السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف شركة اسمها بيم لوج اي كيو. شركة دي دماجة الزكاء الاصطناعي في البيم. تعال نشوف ايه اللي حصل لما دماجنا الاتنين مع بعض. دي نسخة بيتا تمام. فتعالا هنشوف اللي احنا كنا كلبنا عنه في فيديوهات كتيرة سابقا. ان هو هتبقى تكتب له. انا عايز كزا فيبدأ ان هو اعمل لك. اعمل لكل فلور. اعمل لكل فيو. كل سكوب بوكس ماشي في كل دور اعمل له بتاعه. تمام? كل فيو اعمل له الشيت وحط كل فيو في الشيت بتاعه. انت بتكتب له. ومن غير كود. تمام? وتقدر تقول له خلي الاسم مسلا من كزا لكزا. فيبدأ يطبق لك كل اللي انت عايزه. بيقول لك اي هاف سخصفة لكريات شيت فور اتش فيو اند بليست زى كروس بيدنج فيو انت. متخيل? متخيل? عامل كام? متين ستة واربين شيت. تخيل السرعة وتخيل. ده هو ده بقى زكاة الصناعية. لان الناس كتيرة مسلا ايه متجرد ان هو يحط لك ايكونة وخلاص على كده. لا هنا اصبح فعلا فيه زكاة الصناعية. وده اللي توقع في الويندوز مسلا ان انت بيحصل ده الوقت ان انت تخلي شات جي بتي ستبه وتقول له اعمل لي كزا. فيبدأ ان هو يعملك. يعني افتح لكايمة الاصدقاء والغيلي اي صديقنا ما كانتش معاه بقى الي خمسة سنة مسلا. ماشي? او احزف لي كل الستات او كل الرجالة او يعني هو باي صنف ويحزف وهكزا. انت بتدي له الصلاحية ان هو يفتح كل ملفات بتاعتك ويبدأ ان هو يشوفها ولو لا اي ملفين مقررين يحزفهم تركائي وهكزا. بيقولت له كاريت خمستاشر هروزينت الجريد راح اعملهم كلهم في ثانية. فمتخيل. طب اعمل لي لفليت. اخد الفيو تم بليت الميكانيكال ده احطه على كل الفيو هيت. تمام? فبدل ما انت تقعد تحفظ تعمل ازاي? لا بيتعمل كده هي كده. تمام? فتستمتع بالزكاة الاصطناعة فعلا انو يجب اسمه زكاة الاصطناعة حيو حيو.